مساء الخير والحب والعافية شونكم بنات شخباركم شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة وعافية يا ربي بنات قبل ما نبدأ الفيديو أتمنى تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد اليوم بنات راح نسوي حاجة بتحشاء يعني لا هو 6D ولا هو 3D بين وبين بنات المواد راح أخلي لكم ياها أكيد بالمنتدى وهوية مرات أنا من نزلتها طبعا أكو من عيدكم ما يحبون التاتو أكو لا بنات يحبون التاتو حسب أنتو وشنو رغبتكم اليوم مو شرط أني لازم يعني أنه أسوي تاتو أو لازم أني أحب التاتو أو كذا هذا شي اختياري شي يرجع لشخصك أنت فدائما بنات ذوقي ما يشبه ذوقك ذوق فلانا ما يشبه ذوق فلانا فدائما كل وحدة وإلها ذوقها شكل سواء كان بالحاجب وإلا بالمكياج وإلا بالشعر اليوم بنات الفيديو مالتنا طبعا هواية عندنا فيديوهات عن التاتو بس اليوم الفكرة من الموضوع شنو أول فقرة هواية بنات يعانون من الفراغات اللي تصير بالحواجب وأكو بنات أساسا سبحان الله ما عندهم حواجب أكو بنات يعني حواجبهم منتهية من على قد الحفافة وكذا وما عرف شنو فاليوم بنات الموض أكيد رح أخلي لكم ياها بالمنتدى أول شي استخدمته هو عقمت إيديه وبديت أخلي للزبون عندي مخدر هذا المخدر بنات استخدمه طبعا جاني اتصال وما تشنت شنو دا أعرف حلسة ما تشنت أعرف اش دا أحتي المهم هذا المخدر بنات استخدمه صار لي فترة طبعا المخدر كلش حلو لا يخدرك تماما ولا شون تقولين هلت شوية تحسين ويساعدني آني بالشغل لأن دائما بنات إذا تخدر الحاجب تماما انت بإيدة شفرة الشفرة ممكن تغوص بالجلد يعني آني دا أسوي خدوش بسيطة مدى أشق جلد خلنقول بطريقة عميقة أو هيك شي فدائما بنات حتى إذا تستخدمون مخدر حتى إذا زبونه شوية حست ماكو مشكلة أهم شي بالبداية بالنسبة لرسمة الحاجب ترسموها على ما انتو تريدون شلون أرسم الحاجب كذا شكل خلنقول أرسم هاي العين وأرسم هاي العين كل وحدة شكل حتى شنو أشوف الفتحة مات العين أشوف شمرة الحاجب يا هي تلوك أكثر خلنقول مرتفع مثلث سيف هي شي شي أخلي عين وعين حتى أشوف الفرق بين هاي وبين هاي لحد ما تستقرين على رسمة بعدها يلا تبدين الشغل دائما بنات من تريدون تبدون بالحاجب سواء بديته بالطرف أو من المقدمة لازم تمشين بالتسلسل أنا دائما بنات أفضل أمشي من الطرف ليش حتى إذا خربت الرسمة أنا أكون مضبطة الطرف يعني أنا ما مهم عندي الطرف مهم عندي البداية الحاجب الطرف ليش تبدين بيه من البداية؟ من حددتي الطرف وخلصتي من عنده بعدها يتجين تشتغلين بداية الحاجب على راحتك فدائما بنات هذا شيء اختياري وما أقولكم إلا تبدون بنهاية الحاجب عادي أكو بنات يبدون بداية الحاجب يعني أكو خلينا نقول اللي يشتغلون أكو يبدون بداية الحاجب أكو يبدون من فوق أكو يبدون من جوا حسب أنت وشمرت إيد شو مهم بديتي من البداية بديتي من النهاية أهم شي مو تبدين من النص لازم الوجهة اللي تمشين بها تكملين عليها هاي فقرة الفقرة الثانية أول ما حددتي الحاجب من جوا من فوق راح أصار عندك حدود مبينة تجين وتصبغين الحاجب حتى يتعلم عندك لأنه أنا مجرد ما رسمت الحاجب أول ما بديت أشتغل راح تبدأ الرسمة تختفي شيئا فشيئا فأني لازمش أسوي أحدد الحاجب من فوق وارجع أحدده من جوا وأنطي الرسمة وبعدها أمسح الحاجب تماما وأحشي من يتحدد عندك الحاجب راح تعرفين من صبغتي أول مرة وراح تجين تمسحين راح تعرفين وين الفراغات وين تريدين تعبين يعني وين أكو نقص وين أكو كذا أكو بنات يحبون الشخوط مالة التاتو من بين الشعر شعر هذا نسمي 6D تمام؟ وأكو بنات لا يحبون أنه يكون كلش كثيف بحيث ما يبين حدود الشعر فهذا شنو نسميه 3D أكو تقنية أخرى تسوين بداية الحاجب 6D ونهاية الحاجب تحشاء اللي هو سواء كان بلوك أو كان 3D فدائما هذا يكون حسب اختيار الزبونة وحسب اللي يلوق للزبونة بنات أفضل تستخدمون كلينس مرتب ما معطر أكو كلينس مرتب يجي معطر وأكو ما معطر يعني اللي تستخدموا خلي نقول للأطفال أو اللي تجيبوه من الصيدلية هذا دائما يكون حلو وما يخلي عدنا الحاجب يلتهب هسه بنات شوفوا بعد ما حددت الحاجبين ورجعت صبغتهم بيّنت عندي الفراغات بيّتش حالة راح أرجع أحشي الحاجب ورا ما تحشين الحاجب تماما ورا ما خلصت الحاجب كله إذا الزبونة رادت الشغل يكون كثيف ترجعين خلي نقول على خفية إيدك تخدشين الحاجب كله بس تعوفين المقدمة تمام حتى المقدمة تطلع عندك مرتبة والنهاية تطلع ممتالية هذا أكيد همنا بنات حسب اختيار الزبونة زين التاتو عندنا أنواع أكو تاتو 6D وأكو 3D اللي هو نشتغلهم بهاي الشفرة وأكو الشفرة والقلم وأكو التاتو البلوك بالنسبة للبنات اللي دايس قالوني أنا داقة حاجب يصار لي سنة وخمس سنين وثماني سنين وكذا وكذا بنات ما لكم حل إلا الليزر شا تسوون تسوون مسح بالليزر مرة مرتين ثلاثة راح يخف عندك الحاجب وبعد هاي الله تقدرين تشتغلين وتعدلين عليه سواء كان بلوك هميني أو كان 3D أو 6D دائما بنات من تمسحون لا ترجعين تغلطين نفس الغلطة وتسوين بلوك تمام تقدرين تسوين 3D مرور الزمن أساسا هو الحاجب يخف وال3D وال6D عدنا 6 شهر أو العفو 9 شهر القارنتي مالتي فدائما أخلي حاجبي أخلي نقول حر طاليق إنه بكيفي أريد أسوتاتو ما أريد أسوتاتو أريد خلي نقول أنا اليوم عاجبني أحشي حاجبي بالقلم ما عاجبني يعني ألتزم برسمة فدائما إذا ردتوا تغيرون من شكل حاجبكم أفضل إنه تسوون التحشاء اللي هي 3D أو 6D وإذا أنت جنتي محترفة تقدرين بالجهاز التاتو همين تشتغلين 3D أو 6D هم كله يصير الطريقة اللي قلت لكم عليها بنات بعد ما تخلصون الحاجب تماما تبدون هي شي يعني على شي بسيط بخفية إيدك تحشين الحاجب زيادة حتى يبين عدنا ممتلي أكثر بنات نصيحتي الأولى والأخيرة ودائما بكل فيديو للتاتو أذكرها لا تخلون دهن أو مرطب أو فازلين على حاجبكم بنات هواية هواية تسألوني ليش وإذا خليتي وإذا الفكرة من الموضوع أنا جرحة جرح أو أنا خادشة خدش تمام وراح أعبي بي صبغة إذا أنا أخلي الحاجب مالتي مرطب راح الصبغة تطلع شي ورى شي راح يبقى عدنا بس اللون المركز مالة الصبغ فش راح يصير راح يصير عندي جتات ودائما لو تحسي قلب على خضار لو على رصاصي لو على نيلي لو على سواد فدائما بنات الحاجب أخليه طيب منه ومن حاله الفقرة الثانية لو قد ما تكون بشرتج بيضة لو قد ما تكون بشرتج سامرة دائما لا تستخدمون الحبر الأسود الحبر الأسود بنات يقلب على رماديات يقلب على نيلي بمرور الوقت فأني أستخدم البني المحروق حل وسط ويلوق الجميع البشرات يعني إذا كان شعرك أشقر وإذا كان شعرك أسود وإذا كان هذا دائما بنات ما أتهور وأجي أدق بحبر أسود لأن الحبر الأسود بصراحة كل شي يتعب الحاجب وما يطلع من الحاجب وتخيلي إذا أنت دقيتي حاجبك بالمكان الغلط إش راح يصير هنا راح أصير عندك الكارثة العظمة اللي لا أنت تقدرين يتمسحين لا أنت تقدرين يتعدلين على الحاجبك فدائما بنات أختار المكان الصح وأشوف المواد اللي راح يشتغلوا لي بيها شنو هي وأروح على مكان معروف أو على خلي نقول صالونا معروفة لأنه الحاجب هو واجهية البشرة أو الوجه مثل ما تشوفون بنات أكيد بعد من خلص التاتو نهائيا دهن ماكو مرطب ماكو راح تسألوني شلون يطيب ثلاثة يام أربع تيام ورح يبدو الحاجب يقشر منه ومن حاله ويطيب منه ومن حاله خلال عشر تيام راح يثبت اللون ويبين عندك اللون شون يكون كلش طبيعي وحلو ومتناسق ويا بشرتك ثلاثة يام بنات أو على الأقل لفد أربع وعشرين ساعة ما يميجي على حاجبكم أتمنى تكون عجبتكم النتيجة وأتمنى تكونوا استفاديتم مني الفيديو أحبكم كلش هواية وأشوفكم بالفيديوهات الجاية وأي سؤال يخص التاتو بنات اطرحوا بهذا الفيديو أكيد راح أجاوبكم عليه وأتمنى بنات تعليقاتكم تكون خاصة بالفيديو المنشور يعني تاتو أعلق على التاتو شعر أعلق على الشعر وباي باي مع السلامة